اهلا بك يا شباب هنشرح النهاردة استوديو اليوتيوب. استوديو يوتيوب ده شباب اه هو اللي من خلاله هتقدر ترفع الفيديوهات من خلال الكمبيوتر وتقدر من خلاله تتحكم في كافة اعدادات قناتك تمام? ازاي تفتح استوديو يوتيوب هتدوس على صورة الحساب من هنا وبعدين تدوس قناتك. تمام? بعد كده بتدوس على صورة القناة تاني وبعدين تدوس استوديو يوتيوب. تمام? او بدل ما تدوس على قناتك من الاول تدوس على استوديو يوتيوب عادي. ماشي هنفتح الاستوديو. طبعا صورة القناة مش ظهرة مش ظهرة عندي عشان بس عندي مشكلة في في النت وكده. تمام? هنشرح النهاردة استوديو يوتيوب استوديو يوتيوب متقسم لكزا حاجة. لوحة البيانات. المحتوى. الاحصيات. التعليقات. الترجمة. حقوق الطبع والنشر. تحقيق الربح. التخصيص. مكتبة الملفات الصوتية. الاعجادات. وبعدين اخر حاجة ارسال تعليقات. نبدأ مثلا انا هشرح لكم الحاجات المهمة. تمام? نبدأ مثلا بارسال التعليقات. دي لو عايز تبعط تعليق اه مش تعليق. لو عايز تبعط مشكلة في قناتك اليوتيوب بتدوس هنا. ارسال تعليق. تمام? انا هدوس عليها مسلا. انا مش هبعت حاجة بس هوريكو يعني. هيقول لك ان هيرجى مشاركة المشكلة او اقتراح. لو في مشكلة في قناتك بتكتب لهم هنا. لو انت مش بتاع عندك انك تتواصل معه. لان لو القناة يقل من الف مشترك ما لكش تواصل معهم. تمام? اه. تمام? يبقى كده شرحنا ارسال التعليقات دي يعني. دي الاعدادات ترس ده. لو عايز تغير اعدادات القناة. هنا مسلا لو عايز اخلي اعدادات التحميلات يبقى اي فيديو حينزل يبقى علني. تلقاه يعني حيبقى علني. هنا لو عايزه يبقى خاص محدش يشوفه غيرك. تخلي خاص. تمام? وبعد كده بتدوس حفظ. دي بخصوص الاعدادات. وفيه برضو اعدادات هنا لو عايز تغير بلد الاقامة. البلد بتاعت القناة نفسها. وهنا الاعدادات المتقدمة انت عايز تخلي دي مهمة جدا يا جماعة لو عايز تخلي القناتك محتوى اطفال ولا مش محتوى اطفال. لو انت مش اطفال حتدوس على كلمة لا دي. تمام? لو انت المحتوى اللي انت هتنزله فيها مش اطفال حتدوس على لا. هنا الاهلية دي لازم تفعل رقم موبايل. لك انا هنا مفعل الرقم. اه دي عشان ترفع فيديوات اكتر من 15 دقيقة. تمام? والتالت حاجة دي الميزات المتقدمة دي. دي بتتفعل تلقائي. دي بتتفعل تلقائي. بس لازم تجيب مشتركين كتير. الف مشترك مثلا سبعمائة مشترك تمام? او ممكن انت لو انت مستعجل بتفعلها بالبطاقة بتاحتك ببطاقة الهوية. او تصور فيديو بتظهر بيبوشك او بسجل. السجل ده لازم تجيب الف مشترك او تجيب خمسمائة مشترك. يعني مش شرط عدد معين بس لازم القناة يبقى فيها تفاعل عشان السجل ده يتفعل. تمام? وهنا جوجل كاتب لك ان السجل ده بيتفعل في خلال اه في خلال شهرين تقريبا اه. بس هو بحسب تجربتي بيعني ممكن مش ما بيغيبش شهرين ممكن ياخد اسبوع او خمس يام ويتفاعل لو القناة فيها تفاعل. تمام? يبقى كده شرحنا الا الا الاعدادات. وهنا الازونات لو عايز تدخل واحد معك في القناة بتدوس ادارة الازونات. وهنا المنتدى لو عايز تعمل حذر الحد. وبرضو في حاجة مهمة في المنتدى لو عايز اه لو عايز اه لو عايز اه لو عايز تكتب كلمات معينة لو حد كتب الكلمات دي في التعليق تمام? بتتحذر تلقائي تمام? وهنا برضو لو عايز تضيف مشرف على التعليقات المشرف بيبقى لو صلاحيات انه يحذر التعليقات ما لو صلاحيات تانية ما لو صلاحيات تانية في القناة تمام? وهنا الكلمات المحذورة اللي انا قلتلكو عليها لو عايز تكتب لو مسلا حد كتب الكلمة دي مسلا وليد مسلا وليد تمام? لو حد كتب الكلمة دي التعليق بتوع حتحذر تلقائي تمام? وبعدين بتدوس انتر ولو عايز تكتب كلمة تانية مسلا اه حكتب ايه مسلا? حكتب اه 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 ماشي تمام? لو حد كتب الكلمتين دول او وليد في التعليقات التعليق حيتحذر تلقائي ومش هيزهر لك تمام? لو انت عايز تشلهم بتدوس على اكس هنا ماشي? وهنا لو عايز تحذر تحذر الروابط لو حد كتب روابط وعايز تحذرها بتدوس على حذر اي حد هيكتب بعنوان يوري اللي في التعليقات حيتحذر التعليق بتاعه مش حيزر وهنا الاتفاقيات اه السياسة بتاعة يوتيوب والحاجات دي يعني سياسة اليوتيوب كله عارفها يعني مش محتاجة حد يشرحها ماشي? هنا اه تحقيق الدخل تحقيق الربح اصدي دي اهم حاجة لازم تجيب الف مشترك وارباح تلاف ساعة مشاهدة تمام? هنا لازم تعدل الموقع الجغرافي بتكتب بلدك اه تحط بلدك هنا لان في بلدان مش متاحة فيها تحقيق الربح زي زي اسيوبيا والبلدان اللي هي البلدان الضعيفة يعني فانت بتخلي بلدك هنا مصر لو انت في السعودية بتكتب السعودية لو انت في اه الاردن بتكتب الاردن لو انت في اه لو انت في مسلا في فرنسا بتعلم على فرنسا فاهمني فانت بتحط بلدك هنا وهنا الكارمات الرئيسية اللي هي الحاجات اللي هي بتتكلم عنها قناتك يعني مسلا انت بتتكلم عن ملخصات الافلام حتكتب هنا ملخصات افلام فاهمني عشان اقتراحات قناتك تعلي يعني في يوتيوب دي حقوق النشر دي اه دي ما انصحكش بيها ما تبعتش ما تبعتش حقوق نشر لحد لان لان قناتك بتتقفل الا لو انت ضامن مية في المية ان المحتوى بتاعك لو هو واخد منك المحتوى بتاعك وانت متأكد مية في المية ان هو المحتوى بتاعك بنسبة مية في المية بتعمل بلاغ حقوق طبعه نشر تماء ودي التعليقات التعليقات اللي الناس كتبتها لك في القناة وهنا الاحصائيات الاحصائيات هنا شباب الاحصائيات يعني جالك كم مشاهدة جالك اه جالك في الساعة كم مشاهدة جالك اخر تمانية وعشرين ساعة اخر اخر تمانية واربعين ساعة كم مشاهدة هنا كل الاحصائيات قناتك بتبقى موجودة وهنا المحتوى اللي انت اللي انت حطه في قناتك بيظهر هنا تماء انا طبعا القناة دي فاضية انا عاملها بس مخصوص عشان نشرع عليها فيديو تمام وهنا لوحة البيانات دي اللوحة دي يا جماعة اللي هي بيزهر لك فيها عدد المشتركين وبيزهر لك فيها انت جايب انت جايب كم مشاهدة على افضل فيديو افضل فيديو في اخر اخر يومي فدي زيها زي الاحصائيات كده شبهها يعني تمام فاهمني اه بس كده تقريبا مفيش حاجة تانية نشرحها اه شكرا جدا لكم على المشاهدة وده كان شرح اه مفصل استوديو يوتيوب اه اليوتيوب كويس جدا يا جماعة اللي حابب يبدأ اه اللي حابب يبدأ يوتيوب هو موقع ممتاز جدا بس بيحتاج وقت كتير يوتيوب اه كويس جدا بس محتاج وقت وقته مجهود جامد والاهم من كل ده المحتوى طبعا يعني حط في بالك ان المحتوى هو هو رقم واحد في اليوتيوب تمام المحتوى اهم حاجة اهم من القناة نفسها المهمة اهم حاجة يكون عندك محتوى لان المحتوى في النهاية هو اللي بيجيب لك الفلوس تمام اه اتمنى يكون الدرس عجبكم شكرا جدا لكم على المشاهدة مع السلامة